مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج فكر وفن وتتابعون فيه روما افريقيا او مدينة لوبدا الليبية التاريخية تعاني التهميش منذ عقود طويلة رغم تصنيفها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي بعد مطالب عديدة لليزي يقرر نقل رفاة المغنية الامريكية الفرنسية جوزيفين بيكر الى مقبرة العظمى البانتيو لبتس منغا او كما تعرف لدى الليبيين لبدة الكبرى شيدها الفينقيون ثم احتلها الرومان واصبحت اشهر من نار على علم لكن هذه المدينة التاريخية عانت التهميش والتغييب لعقود طويلة رغم انها تتمتع بمقاومات يمكن ان تجعل منها وجهة سياحية من الدرجة الاولى في ليبيا وباقي الدول المجاورة رغم موقعها الجغرافي المتميز على واجهة حوض البحر الابيض المتوسط فان لبدة المدينة الليبية التاريخية لا تحظى الا بالنزر القليل من الزوار لاستفر عبر اثارها في الزمن المدينة هذه طبعا مدينة جميلة لما تحويه من مناظر التارية وما تحويه من الدفع تحس بها انك انت زي ما تقول لما تخش تدخل لبدة انك انت كانك تعود لقرون من زمن وتدرس التاريخ من جديد لبدة الكبرى المعروفة بليبتس ماجنا يليق بها لقب روما افريقيا هذه المدينة القديمة التي شيدها الفينقيون قبل ان يحتلها الرومان جاعلين منها احدى اجمل مدر الامبراطورية الرومانية على يد الامبراطور سيبتيموس سيفيروس لبدة هذه المعلمة الليبية الغنية باثارها ذات القيمة التاريخية كميدان سباقات الخيل والمسرح الروماني الذي يتسع لخمسة عشر الف متفرج لا تزال تعاني افة النسيان رغم انها مدرجة ضمن قائمة التراث الانساني حسب اليونسكو حكومات السابقة لما قبل التورى ما بعد التورى ما فيه شيء اهتمام بالمدينة الاخرية معانا هذه مغروض كل اهتمام الحكومة يصنفها لان هذا يعتبر احد مصادر الدخل القومي لو استغلت بالشكل الصحيح ربما في ظل استعدادات ليبيا لطي صفحة اكثر من عشر سنوات من الخلافات والحروب مع العصابات المتطرفة تتحول لبدة من مدينة تاريخية مهمشة الى وجهة سياحية من الدرجة الاولى تعود بالخير والمنفعة على اهالي المنطقة وليبيا ككل وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا من القاهرة الكاتبة الصحفي احمد الفيتوري استاذ احمد مرحبا بك معنا في برنامج فكر وفن ما رمزية لبدة لدى الليبيين ولماذا لا نعرف كثيرا عن هذه المدينة التاريخية الحقيقة نحن لا او الكثيرون لا يعرفون الكثير عن ليبيا وليبيا من اهم مناطق العالم التي يوجد فيها اثار رومانية حتى اكثر من روما او اكثر من ايطاليا نفسها هناك المدن الثلاثة اوية وصبراتة ولبدة وهناك في غرب ليبيا وهناك المدن الخمسة في شرق ليبيا اللي هي المدن اليونانية المعروفة وعلى راسها قورينا هذه المدن بشكل عام هي يعني وخاصة الرومانية لا توجد في كما اشرط في ايطاليا نفسها يوجد في سبراتها اكبر مسرح روماني وايضا لبدة هذه التي اعتبرتها اليونسكو من ضمن الاثار الانسانية والتي يجب محافظة عليها الحقيقة ان الليبيين لم يستطيعوا المحافظة على انفسهم على حياتهم الشخصية فما بالك بالاثار في هذه المرحلة قبل ذلك ان النظام الدكتوري السابق ايضا لم يكن يهتم اطلاقا باي نوع من الثقافة وكان يحارب الذاكرة وعلى راسها بطبيعة الحال الاثار وبالتالي لم يكن هناك اي اهتمام بهذه الاثار المهمة والاساسية لكن ايضا اليونسكو التي تجعل لبدة من ضمن اثار العالم او من ضمن الاثار الانسانية والمهمة لا نجد من قبلها ايضا اي اهتمام ولا نجد ايضا مثلا من الدولة الايطالية التي يمكن ان يكون لها بلبدة والاثار الرومانية وشائش اي اهتمام اذا هناك شبه اجماع على عدم الاهتمام بلبدة والاثار الرومانية المهمة والاساسية والتي أشرت أنها لا توجد في العالم التي توجد في ليبيا وعلى راسها لبدا والتي تحتاج إلى اهتمام أساسي ومهيم وهي عنصر أساسي لبداكة الإنسانية كما نعلم بأن مدينة لبدا تعاني التهميش ليس بعد أحداث 2011 وإنما أيضا قبل ذلك بكثير ما فائدة النظام السابق في تهميش هذه المدينة وإبقائها في الظل من أشرت أنه هو النظام السابق نظام فاشي ولم يكن لديه أي اهتمام بالثقافة بل بالعكس كان ضد الثقافة وضد التاريخ والفنون ولم يهتم بهذه الأمور بشكل عام بقت لبدا وبعد المدن الليبية الثالثية كان هناك فيه نشاط ثقافي وفني خاصة في فترة العهد الملكي حتى أن طلبة الجامعة قدموا مسرحيات للشيكسبير باللغة الإنجليزية ومن ضمنه من أستاذ الفنان عبد الفتاح الوسيع مسرحيات للشيكسبير في مسرح سبراتا ومسرح أورينا في شرق ليبيا وأيضا قدمت الكثير من الاحتفالات الفنية والفنون الشعبية والملوف وفرق أجنبية زارت ليبيا وقد قدمت نشاطات عن طريق هذه المسارح ومن ضمنها مسرح لبدا بالأساس هذه كانت في حقبة قديمة حينما كان هناك اهتمام في العهد الملكي بالترات والأثار والفنون بشكل عامل هذه في الحقبة السابقة ولكن ثمت الآن مطالبات من عدد من الليبيين لعادة الاعتبار لهذه المدينة التاريخية في ظل عدم وجود استقرار أمني هل يمكن الحديث عن أمل في أن تستعيد هذه المدينة بريقها؟ أنا أعتقد أن لبدا والأثارية الليبية المهمة الرومانية وغير ذلك الأثار الإسلامية والبقاء الأثار الغريقية في ليبيا يمكن أن تساهم في الاستقرار تنشيط مثل هذه الأماكن وتنشيط الثقافي في اليومين الآخرين كان أقام السيد الرئيس الوزارة لقاء مع الشباب في منطقة لبدا ومن هنا حدث نوع من الاهتمام في داخل الليبي لكن أيضا نلاحظ أن محطات تلفزيونية ركزت أيضا على الأثار الليبية وعلى هميتها مثل حضرتكم الآن فنجد أن هناك نوع من الاهتمام ونوع من التركيز وأعتقد أن بالعكس الاهتمام بهذه الأماكن سيساهم في استقرار ليبيا العمل على أن يكون للقوى الناعمة همية ودور في ليبيا هذا هو الأساس والقوى الناعمة التي ستساهم عبر الفنون وعبر الثقافة ومن قلال مثل هذه المواقع الرئيسية والمهمة في التاريخ الإنساني بشكل عام وفي التاريخ الليبي مثل لبدا لو أننا عدنا مهرجان أو قمنا مهرجانا فنيا في لبدا وموسيقى أو فنون شعبية أو مهرجانات شعرية أو ما لذلك فنحن سنساهم بهذا الشكل في الثقافة وفي الحياة وفي السلام في ليبيا وندعو وزارة الثقافة أن تحاول عن طريق حلاقات مع اليونسكو ومع وزارة الثقافة الإيطالية إحياء نشاط ثقافي وإحياء لبدا ثقافيا والعمل على إقامة نشاطات فنية في لبدا وبالتالي إمكانية أن يكون هناك زوار وسواح داخلين وبعد ذلك سيأتي منياتي أيضا من خارج ليبيا شكرا جزيلا لك الكتب الصحفي أحمد الفيتوري كنت معنا من القاهرة شكرا لك قبل شهر ونصف قرر الإليزي نقل رفاة الفنانة الاستعراضية الأمريكية الفرنسية إلى مقبرة العظمى البانثيون بالعاصمة الفرنسية باريس يندرج انضمام جوزيفين بيكر إلى البانثيون اعترافا بمساهمتها الفنية وشجاعتها في مقاومة ألمانيا النازية خلال الحرب الحق رفاة الفنانة الأمريكية الفرنسية جوزيفين بيكر بمقبرة العظمى الشهيرة بالبانثيون جاء بقرار رئاسي لكونها تجسد روح الفرنسية عند انخراطها في المقاومة ضد النازية جوزيفين بيكر كانت راقصة ومغنية وممثلة أمريكية سوداء حازت على شهرة واسعة نطاق في فرنسا التي لجأت إليها هربا من سياسة التمييز العنصري ضد السود في الولايات المتحدة لم يكن اختيار جوزيفين بيكر لفرنسا من باب الصدفة بل كانت تعرف أنها حطت في بلاد التنوير والديمقراطية الرافعة لشعار الحرية المسواة والإخاء فعقب تحرير فرنسا عام 1944 عادت جوزيفين مجددا إلى باريس واستقبلت استقبال الأبطال حيث أصبحت بطلة وطنية وارتدت الزي العسكري ونالت لاحقا العديد من الأوسمة لشجاعتها ومقاومتها من أجل تحرير فرنسا إذن بموجب قرار الإليزي أصبحت الفنانة الاستعراضية المولودة في ميزوري الأمريكية أول امرأة سمرأة سترقد في مقبرة العظماء وسادس امرأة في البانتيون بعد صوفي بريتليو والعالم الفيزيائي ماري كوري والمقاومتين جاريمين تيون وجونيفيف ديغول أنتونيوز وشخصية سياسية سيمون في وتنظم إلينا من أبو ظبي رئيسة القسم الثقافي بمجلة لوفيغارو الفرنسية فالري سابورتاس سيدة فالري مرحبا بكي معنا في برنامج فكر وفن الذي لفتنه أن تكريم الفنانة جوزيفين بكر ونقل رفاتها إلى مقبرة العظماء جاء بعد 45 عاما لماذا يبدو هذا التكريم متأخرا برأيك؟ شكرا على استضافة جوزيفين بكر ستدخل مقبرة العظماء في برنتيون في 30 نوفمبر وهو تاريخ رمزي لأنه يناسب ذلك الزواج لجوبيون التي حصلت على الجنسية الفرنسية حينها وكانت أمريكية ولدت في 1906 ولذلك هذا التاريخ سيكون يحمل رمزية كبرى وكانت في تلك المقبرة العظماء في ذلك الوقت وكان هناك عريضة بشأن جوزيفين بكر أطلقت في 8 مايو لأنه كان هناك تخليد لنهاية الحرب العالمية الثانية وهذا رمز لأن جوزيفين بكر لا نعرف عنها غير أنها كانت مقاومة من أجل فرنسا حرة وكانت تقاوم من أجل الحريات وعن قيم مارتان لوتر كينغ لذلك هي نجمة في صفوف النساء السودوات وهي أول امرأة سوداء تدخل لهذه المقبرة وهذا رمز لفرنسا لأنها تمثل فرنسا وأنها غير عنصرية نحن نحو 80 شخصية تاريخية مدفونة في مقبرة العظماء كما تعلمين وجوزيفين بكر تعد واحدة من بين ست نساء يدفنون هناك ما رمزية أن تحظى بكر دون غيرها بذلك؟ بطبيعة الحال هذه المقبرة للبونتيون هي علمانية ولائكية وعلينا أن نعرف لماذا هناك رجال أكثر من النساء هذه المقبرة من تصميم جيرغمان وكانت أسست ككنيسة في البداية في باريس وبعد ذلك وخلال الثورة الفرنسية كانت قد قررت الجمعية العامة بأن تبني هناك مقبرة علمانية وذلك من أجل تخليد الأبطال الجدد للوطن الفرنسي نحن إذا رجعنا إلى القرن التاسع عشر كان هناك عدد من الأبطال الذين خلدوا ونقل رفاتهم إلى هناك ليدفنوا ويكرموا وفي القرن العشرين كان هناك رجال كثيرون وليس النساء ولذلك في ذلك الوقت كان هناك تفكير أكثر في الرجال أكثر من النساء كان هناك بطبيعة الحال بعض ربات الأسر كان هذا الدور المنتشر أكثر للنساء كنا نحتاج إلى قرن من الزمان لنصل إلى هذه المساوات وتقدير المرأة كإنسان مكرم وهذا ما يفسر التأخر الذي حدث ولذلك في 1907 بدأت الأمور تحرك كان هناك مغسلون بارتيلو الذي لم يرغب في أن يفصل عن زوجتي حتى في القبر منذ ذلك الوقت الحديث عن أهمية أن تدفن النساء هناك أيضا ماري كوري التي دخلت أيضا مع زوجها جون فييف دوغول وأيضا كان هناك جيرمان تيليون والسيدة الأخرى سيمون فيل والتالي ستكون جوزيفين بيكر لو لم تكن بيكر مقاومة مع الفرنسيين هل كانت ستكسب نفس الشهرة على مستوى نضالها لمحاربة التمييز العنصري برأيك؟ إذا لم تكن يجب أن تكون فرنسيا حتى تدخل لهذه المقبرة للبونتيون هذا بمثابة الهيكل أو المعبد الذي يكرم التقدير لقيم المواطنة أولئك الرجال والنساء الذين نشطوا بشكل كبير لخدمة مصلحة الأمة الفرنسية وذلك كفرنسيين أين سحر قصة جوزيف بيكر برأيك؟ هذه الفنانة الاستعراضية كأول فنانة سودا تقف على مسارح باريس في ثلاثينيات القرن الماضي كيف استفادت من شهرتها الفنية من أجل البروز في فرنسا على وجه التحديد؟ جوزيفين بيكر في 1906 وهي من عائلة فقيرة ومناضلة لم تذهب إلى المدرسة تزوجت مرتين وعمرها 15 سنة ولذلك حاولت أن تهرب من ذلك نظام أسرتها كانت قد جعلتها تتنقل وكان هناك منتج قد لاحظ مهارتها وكان هناك المجلة السوداء التي هكذا كنا نسميها في ذلك الوقت ولذلك كان هناك بروز لهذه الفنانة في ذلك الوقت كان الأمر فضائحيا وخصوصا أن تظهر امرأة بأزياء متحررة جدا في المسارح الباريسية وبعد ذلك غنت ورقصت عن فرنسا وعن باريس وقيل أن فرنسا ليست دولتها الأصلية وإنما الدولة التي اكتسبت جنسيتها لابد أن نعرف أنه بعد تلك الحروب التي حصلت في 1936 كان هناك يهودي كان قد حاول أن يساعد الفنانات وأقنعها بأن تنضم للمقاومة وهذا بطبيعة الحال أدى إلى الحديث عن جمع معلومات عن موقف الجيش الألماني عن فرنسا وهي مشهورة أكثر من الآخرين الذين يطلب منهم التوقيع أكثر منها وبطبيعة الحال كانت هناك بعض الأشياء التي خبأتها في فستانها وذلك من أجل نقلها إلى القوات الفرنسية واستخدمت الفن وأسهمت في تحرير فرنسا في الحرب العالمية الثانية ولذلك هي اعترفة بجهودها وخصوصا في 1945 بعد أن حسمت نتيجة الحرب وتلقت عددا من الميداليات والأوسمة جوزيفين بيكير ذهبت أبعد من ذلك لأن بعد الحرب وصلت في تنشيط محاضرات المؤتمرات ضد التمييز وضد النازية والعنصرية كذلك في 1963 دافعت عن قيم مارتن لوتر كينغ والقيم التي دعا إليها ولذلك هي رأت هذه القيم كشكل حميمي وأسري وهذا أدى بها إلى أن تكون مثل أنجلينا جولي في الأشياء التي قامت بها وفي العمل مع زوجها الرابع كانت قد قامت بأعمال فنية وفي ذلك القصر أو القلعة كانت قد تبنت طفلين من جنسيتين مختلفتين تماما كما فعلت أنجلينا جولي وذلك من أجل النشر هذه القيم الحرة بصرف النظر عن الدين أو اللون تقول إننا نحن بشر وما الذي هم هو إنسانيتنا شكرا جزيلا لك سيدة فاليري سابورتاس رئيسة القسم الثقافي بمجلة لوفي غارو الفرنسية كنت معنا من أبوظبي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك أبحر ملتقى الشارق الدولي للراوي في دورته الحادية والعشرين في قصص الحيوان بالثقافة العربية والعالمية بدءا من حكايات عيسوب إلى كليلة ودمنا وما أبدعه الجاحب عن الحيوان ملتقى يكرس كل عام اهتمامه بموروث الثقافة الشعبية الإنسانية سواء المكتوبة أو الشفاهية عن طريق عروض الرواة أو جلسات ثقافية متنوعة قابة الموت بها عدد من الحيوانات كانت الحيوانات في قابة الموت تغرد بعضها البعض وتأكل بعضها البعض بشكل نهم قال لك شحا دعته القبيلة دياله عند القاضي السيد القاضي قال لي هم ملكوا القبيلة قالوا اديج حامت له حماره وبنعليه قبطة وقال لي نجي وتزوره والله ما إنا هذا منكر قال لي هم وهذا كفر أنا شايفة أنه الملتقى الشارقة الدولي ملتقى هام جدا جدا لأنه هو بيجمع من الرواة من الوطن العربي وهما دول اللي امتداد لأجدادنا اللي حفظوا على تراثنا هذا المؤتمر في الواقع يمثل حدثا هاما بالنسبة للتراث العالمي بشكل عام وخاصة أن الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية اليونسكو 2003 بشأن صون التراث الثقافي غير المادي السيرة الشعبية العربية هي أولا تاريخ شعبي وفي هذا التاريخ الشعبي تم انتقاء أبطال تاريخيين لهم وجود تاريخي ولكن الرواة الشعبية أعطاهم فسحة كبيرة جدا من الخيال الشعبي فكان قدر العجائب مهما نعم من ميزات الحكايات الشعبية إنها تتشابه مع كثير من الحكايات السواء العربية أو العالمية أيضا وعلى سبيل المثال من ذلك مثلا حكاية عقلة الأصبع التي ذكرها أشكسبير في إحدى رواياته تتشابه مع حكاية عربية وهي عقلة الأصبع وتتشابه أيضا معنا في عمان مع حكاية حف تصغير قحف أو فليقة تصغير فلقة أيضا يعود أصل الحكايات إلى الشعوب القديمة وما تعلمنا عن احترام وحماية الطبيعة والحيوانات هذه الحكايات تقوم بوظيفة حراس الغابة ولا يقتصر الأمر في هذا الملتقى هذا العام على الاستماع إلى حكاية الحيوانات لكن سنصغي أيضا إلى أصواتها كالنباح والزئير وغير ذلك أشعر وكأنها عودة إلى الإنسانية من خلال ملتقى الراوي فالنظر إلى عيون الناس والشعور بقلوبهم والأحساس بمشاعرهم الحقيقية شخصيا هو أمر قوي ببساطة تصلت الضوء مجددا على الإنسانية من خلال هذا الملتقى يعد أمرا هاما جدا ولا سيما خلال هذه الفترة كليلة ودمنا وبقية النصوص المعروفة في تراثنا العربي حتى والتراث العالمي هي ملهمة للمبدعين المعاصرين لاستلهام أفكار واستلهام أطر لإبداعات جديدة بأشكال جمالية جديدة جون دولا فونتين إلى حد الآن له أثر كبير فيما يعرف بالحكايات حتى أن كتاب لفونتين لفابل هو مبرمج في المدارس في فرنسا منذ صدوره يعني بالقرن السابع عشر إلى الآن أما الجزء الثاني والذي صدر في 1678 فهو يعني بالوضوح يعني بالوضوح هو مرتكز على كليلة ودمنا حتى أن الكاتب نفسه يعني نفسه يتكلم عن كليلة ودمنا في هذا المال تحقيدا في جائحة كورونا هناك مفارقة جرت أن الحكاية يمكن رجع لها اعتبارا لأن الأطفال بقوا في البيوت وما بقوا يخرجوا كثير والناس يعدوا عند بعضهم فحكايات الناس هي حكاية مش ضرورة تكون كليلة ودمنا كل وقت هي الحكاية مش ضرورة تكون الحكاية الأديمة هي الحكاية التراث الشعبي هو التراث غير المادي الحي هو أبن اليوم مش بس من بارة ما منقول بس كان يما كان منقول يحصل الآن كما كان في الزمان ويمكن بعدين يصير هشي إلى هنا مشاهدين نأتي إلى ختام برنامج فكر وفن شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى